اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في الأسبوع الماضي حصل حدث ربما هو طبيعي ومنطقي ومتوقع في ظل الأحداث التي حصلت في العراق منذ احتلالها عام 2003 لحد الآن 11 سنة من الاحتلال والتغول الإيراني وقد شهدنا أحداث كثيرة شهد أهل العراق أحداث كثيرة دللت لهم أو أثبتت لهم أن إيران هي من تتحكم في العراق وأن إيران قد حولت العراق إلى ساحة إصراعاتها إلى ساحة تستغلها لتحقيق مشروعها التوسعية ومثل ما قلنا في الأسبوع الماضي حدث حدث ربما متوقع وكان طبيعي جدا هو أن تقوم إيران بقصف أربيل بإثماع الصاروخ البعض اعتبره يعني من لا يرى الأمور بشكل جيد اعتبره شيء كبير وشيء خارج عن المألوف وشيء غير منطقي ولا يمكن لإيران أن تفعل ذلك وكيف يمكن لدولة أن تقصف دولة بدون مبرر هذا الذين لا يعرفون طبيعة التغول الإيراني في العراق ولا يستمعون إلى منطق العقل ولا يقرؤون الأحداث بشكل واقعي ولا يتابعون ما يحصل في العراق منذ 19 سنة أمريكا سلمت العراق مثل ما يقال على طبق من ذهب وإيران تغولت بالعراق وجعلته ساحة صفت بها كل خصومها وصفت بها الكثير ومزقت الشعاب واستغلت اقتصاده وأمنه وسيادته وكل شيء استباحته فأن تقصفه بصواريخ في ظل هذه الظروف طبيعي جدا إيران تتغول لا أحد يوقفها عدها لا أحد يسكتها عن تغولها عن سياستها التوسعية عن استهتارها في حياة الناس عن تحكمها في كثير من الدول في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وميليشياتها التي تتحرك هنا وهناك وتنطوي على الحقد والكره والتدمير والحرق وهذا ما حصل في العراق يعني شاهدنا كم الأحقات وكم الدماء التي سالت كم الغل الذي ما زال يتصاعد في نفوس هؤلاء الذين يتبعونها لإيران غل وحقد وكره ومنطق غريب عجيب ربما احتاج إلى حلقات كثيرة أخرى نتحدث فيها عن هذا الموضوع لكن ما يهمنا في هذا الموضوع أنه حصل القصف لأربيل المهم في هذا الموضوع أنه هناك حكومة أو حكومات جاءت بعد الاحتلال لحد الآن صدعت رؤوس العراقين وصدعت رؤوس الناس كلهم وأجهزة الإعلام الغربية والإقليمية كانت تروج لها تروج لمزاعمها بالاستقلال والسيادة والوطنية والمحافظة على العراق والاستقلال وأنها جاءت بعد عهد ديكتاتوري وأنها جاءت من نجل الديمقراطية والعراق في رفاه واستقلال وسيادة وأنها ستحافظ على السيادة هذه كل الكذبة وظهر أنه طوال هذه الساعة عشر سنة واقع الحال يؤكد أن هؤلاء مجموعة من الفاسدين مجموعة من المخربين مجموعة من الحاقدين ومدمرين الذين يأتمرون أجراء يأتمرون بأمر الآخرين يأتمرون بأمر الخارج ينفذون أجنداته وينفذون مشاريعه وليس لهم علاقة بالعراق الحقيقي هذا واقع الحال كل هذه الحكومة التي جاءت ماذا قدمت للعراق وبالتالي المواطن العراقي أنا بدأ يحن الماضي يتأسف على الماضي بكل سيئات الماضي يعتبره أجمل وأفضل وأنقى من واقع هذا الحال لأنه لم يكن فيه فساد لم يكن فيه خراف كانت هناك دولة كانت هناك سيادة كانت هناك استقلال كانت هناك هيبة دعنا من كل شيء دعنا من هذا النظام أو ذاك النظام الجمهوري ملكي هذا لا يهم لكن ما يهمنا هو المقارنة بين الماضي والحاضر ستجد بونة شاسعة بينما يحصل منذ عام 2003 حد الآن بينما حصل في بناء الدولة العراقية من عام 1921 لغاية 2003 كارثة كبيرة حلت منها وجزء من هذه الكارثة ما بعد هذا القصف ردود الأفعال ردود أفعال الحكومة والقوى العملية السياسية الحاكمة للعراق ردود باهتة مائعة مبكية في نفس الوقت دولة تقصف من دولة أخرى يقولون نحن دولة مستقلة ودولة لها سيادة وحكومة واستقلال ولا أحد يمكن يطالع عدنا سفراء وعدنا معرفة منوعة ربينا الأمم المتحدة وأمريكا تقول أنتم ماذروا شنو؟ هذا الكلام الكبير الذي بلا معنى هو كله كذبة فانفضحت هذه الكذبة وإذا بهؤلاء الذين يتحدثون عن الاستقلال والسيادة والقدرة على الرد والقدرة على حماية استقلال وسيادة العراق ولا يقبلون المساس بسيادة العراق واستقلاله ودستوره إذا بالصواريخ تسقط على أربيل وإذا بهم يصدرون بيانات وتصرفون تصرفات غريبة عجيبة مضحكة مبكية مائعة أقل ما يقال عنها أنها باهتة ومعيبة جدا دولة قصفك ألا تستطيع حتى أن تدينها أن تستنكر هذا القصف يعني وصلنا إلى الحالة عندما يذبحك الجزار تقبل السكين التي يذبحك بها يجب أن تقبل السكين التي يذبحك بها هذه غريبة عجيبة طبعا القوى المحسوبة على إيران لم تتوانى ميليشيات وأحزاب وقوى وحاكمة في العراق ويام أكثرها طبعا لم تتوانى بسرعة من تبرير الهجوم الذي شنته إيران على العراق على أربيل طبعا مما يفتح المجال إلى طهران لكي يتثماد أكثر وتنتهك سيادة العراق أكثر وتستخدم ساحته مثل ما استخدمت لمدة ساطعة سنة تصفيات تصفيات حساباتها مع خصومها المواقف الحقيقة التي أبدتها ما يسمى بحكومة الكاظمي والقوى الحاكمة والقوى العملية السياسية والبرلمان الحالي وكل هذه القوى لا تعدوا عن كونها ذر الرماد في العيون ربما أقل من ذر الرماد في العيون نعم يعني تحدثوا عن استدعاء السفير الإيراني ولا ندريه الحق نستدعوهم لا وماذا قالوا له يعني ردودهم تعكس الضعف والهوان اللي ينهش بجسد العراق اللي هم السبب به هذه الطغمة الباغية التي حكمت العراق وأفسدت به وخربت به وادعت ما ادعت هذا هذا طبيعة حكمها للعراق أقصى ما فعلوه في هذه القضية وهذا ما يبرعون به دوما هو تشكيل اللجنة ويا ما أكثر اللجان انفجار يشكل له لجنة اللي يقتل يشكل له لجنة اللي معرف شنو يشكل كل هذه اللجان وإذا لدينا مئات الآلاف ربما أكثر من مليون لجنة شكلت منذ عام 2003 لحد الآن لكن بلا نتائج يقتل المتظاهرين في الشوارع يقتل الشباب في الشوارع يسحلون يضبحون يغيبون يسجنون يعذبون ميليشيات تتغول في العراق وشكلوا اللي جان ولا أحد واقتل الناس أبرياء في الشوارع ويغيبون في السجون ويهجرون من مدنهم وتدمر مدنهم وتشكل اللي جان ولا أحد يعرف النتيجة وصل الحد اللي يقصف بيت رئيس الوزراء نفسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظم وشكلوا اللجنة ولا تخرج اللجنة بأي نتيجة هذا واقع الحال فشكلوا لجنة للنظر في صحة لاحظوا الهوان والسوء والعمالة و ماذا نسميه لا أعرف يعني ليس له وصف الحقيقة حتى إذا قلت خنوع يعني لا يكفي حتى إذا قلت يعني هؤلاء مجرد وجراء حتى حتى هذا لا يكفي اللجنة للنظر في الادعاءات الإيرانية بشأن وجود مراكز إسرائيلية في أربيل وهي التي تم قصفها طبعا لإيران في البداية نكرت القصف قالت مو إحنا وبعدين الحرس الثوري طلع لا يهم كل شيء قال نعم إحنا قصفنا يا بلوش قصفته لم يقولوا السبب بعد ذلك المجيشيات بدأت تحدث بالعراق مجيشيات التي في العراق قالت لي أنه هناك مقرات إسرائيلية في أربيل وإذا بالحكومة الإيرانية تقول أنه نعم قصفنا مقرات لإسرائيل يعني إسرائيل تضربهم يدعون أن إسرائيل ضربت مقرات في سوريا طيب لماذا تضربون في العراق لماذا لماذا تضربتوا مقرات لإسرائيل يريد مكان في لبنان اضربوا وإسرائيل نفسه إذا كنتم أنتم صادقين وقادرين وقدرة وعدكم اضربوا وتحملوا النتائج وتحملوا المواجهات شنو علاقة شعب العراق شنو علاقة شنو علاقة الناس العراقين شنو علاقة العراق بكم لكن تحويل العراق إلى ساحل الصراع وتصفية الخصومات الإيرانية فهو هذا الموضوع المهم ربما وقت هذه الحلقة لا يكفي سنتحدث في حلقة اللاحقة عن تفاصيل أخرى إلى ذلك الحين استوجعكم الله والسلام عليكم شكرا